زيان دكتور ما رأيك بعبارة انه من يدرسون علم النفس هم اشخاص منطربين نفسيا طبعا هذه طبعا سماعتها كثيرا اذا تسألني هذه سماعتها بالضبط صار اكثر من 25 سنة عندما دخلت المرحلة الاولى بعلم النفس طبعا التنمر الذي حدث لي في هذه المرحلة مخيف من اقرب الناس اليه ليس بسبب مقصوده ولكن هو تصور ذهني انه تخصع من نفس معنى انه هذا مخبر هذا اللحظة وهذا الاسف الاعلام اليوم اشوفه الاعلام سابقة الاعلام الافلام كانت تظهر من افلام مصرية يظهروا لك الطبيب النفسي والمعالج النفسي انه هو الشخص مجنون صعد عن ميزه مكفش رأسه كذا وهذا الصورة ليست حقيقية فهذه هي فكرك موجودة عند البعض الآن خفت هذه الفكرة حتى نكون صادقين ونكون واضحين خفت هذه الفكرة الآن ولكن سابقا كانت موجودة وعانيت معزة ما انت رايح بهذا التخصص هذا التخصص ليس بخابير هو ليس معتقد ان هناك تفرق بينه اكو شيء اسمه مجنون ويتمتع بالطراب عقلي وما بين شيء انه اكو مشكلة نفسية اليوم الجسم مثل ما هو يمرض النفس ايضا متمرض ففكرة انه تخصع من نفس يدخلو له اشخاص مجانين او اشخاص المثالبين هذا تصور غير صحيح بالعكس الناس الذين دخلو له هم ناس اسوياء ناس يتمتعون بصحة نفسية عالية لان يعرف كيف يتعامل مع الآخرين عند بعض المهارات يمكن يستخدمها مع الآخرين في يكون شكل سوي ويقادر على ان يساعد نفسه ويساعد الآخرين فحاليا ما اعتقد انه هذه فكرة موجودة عند الناس دكتور ايضا يقول له كان يعرف واحد دارت عنه النفس وتصرفاته مثلا غريبة طبعا هذه يعني هذه ممكن قد تحدث انه واحد يدرس تخصع من النفس وهو شخص قد يكون غير مستقل غير مستقل غير سوي هذه تحدث في جميع التخصصات احنا اليوم نلاحظ بالطيب ممكن نشوف شخص الآن غير سوي نشوف بالهندسة شخص غير سوي فهذه التخصصات يعني موجودة نحن نفس البشرية السلوك الإنساني مستحق يكون واحد في كل المجالات فهذا يشوفه في كل التخصصات يعني هذا جنبه شخصي اكثر ما هي العلاقة يعني مو هو دراسة في هذا التخصص سببت له انه نوع من الثراب وعدم الاستقرار وعدم اتزان لا اطلاقا ولكن قد يكون هو عنده سمات شخصية يعني عنده بعض الثرابات وشاءت الفرصة انه قدم على هذا القسم وبالتالي انه صارت اكو وصمة انه هذا القسم يدخلوا له وماش خاص مطالبين